طبقة الصرطة بتاعنا. صارة او اتطور بعد كده? عمله من له تهجينات سموه انديف. الكيلو بتبيع بستين جنيه. لكن المدهة الفعالة الموجودة فى القي soient هو نفس المدهة الفعالة الموجودة فى الشكواريا هي نفس المدهة الفعالة الموجودة فى السيريس اللي عرف مقدامة زمان ومن قديم الازى الايام الفراعنة ياوا اتعرف من خم تلاف سنة اتعرف اهبيا يا جماعة اتعرف من زمان جدا جدا ومن ايام الفراعنة زى ما قلنا السيريس دة. وكان بيأكله كمان بيأكله بيأكله أوراقه أوراقه كمان وهو مفيد جدا جدا لفتح للشهية ضد فقر الدم من أفضل الأعشاب الطرد لصموم الكبد كمان يا جماعة بيحتوي على فيتامين A و B و C و D فيتامين A B C D كمان بيحتوي على الحديد والبوتاسيوم كمان بيحتوي على الفسفور الهام جدا جدا للأعصاب في الجسم كمان قلنا أنه هو بيفيد جدا جدا الناس اللي عندها السكر اللي بيحتوي على الألياف ماشي وكمان بيفيد من الضغط الدم زي ما انشافيه كده السلطة عندنا هيت قدام خضراتكم ايه مكوناتها عبارة عن ايه نقول مع بعض كده مكوناتها عبارة عن ايه زي ما قلنا عندي كيلو عندي كيلو صارت خضرات مشوية بالسريس عندي كيلو خضرات مشوية عبارة عن ايه كوسة وقرع وفلفل وبصل وتماطل خضرات مشوية كيلو كوسة عرع فلفل بصل طماط وعندنا حزمة سيريس او شكوريا او انديف لو انت بقى قادر تجيب لانديفها بستين جنيه ماشي اوراق رحان وميت جرام جبنة ريش معلقة زيت زاتون ملح فلفل اعشاب عطرية تسجيلي وابتبي وتعالل مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض كده بالراحة اول حاجة عندي حوم جاي واخد عندي بلانشا يا كريم من فضلك واجيب طبع عندي اقطع فيه شكوريا طبع عندي اقطع فيه شكوريا وبلانشا ماشي كده الرحان ده احنا قلنا بكده فيه منه نوعية فيه نوع باززلعة في البيت اللي هو اوراق رفاعة حتى لو اكلت منه حق parallel شوية مر ما ينفعش ليتاكل ابدا ماشي لكن الرحان بتاعنا ده زي منت شاوين كده ان هو ايه رحان اوراقه شوية عريضة هيه وتتلقى حتى اوراقه مختلفة شوية ملساء زي منت شاوين كده ده رحان اللي احنا بستخدمه ناخد اوراقه كده زي منت شاوين كده اه انا باخد الاوراق بس ماشي حتى الاوراق صان بتاعته كويسة ان اي حي خالص. ما فيش مشكلة خالص فيه. ماشي. فين الرحان? ماشي. اهو كده. زي ما تشوفين كده. اهو. ناخد تاني. هادي الرحان اهو. كده. بالشكل ده. اهو. كده. يبقى انا باخد عندي اوراق الرحان. بالشكل ده. واخد عندي الخضروات المشوية. يا احمد السلام عليكم. اه? احمد السلام. خضروات المشوية دي ابي حمد ازايك. انا بحبك هو يشوف الله. الله يخليك يا حمد. انا بحبك حبيب ربنا خليك. اخبارك ايه? انا كنت سألت عليك على الكشك وآآ. هقولك على الكشك يا محمد. وايه? اه وفيه حاجة تانية بس كنت عايز ان انا. قولي يا حبيبي. اه كنت عايز اعرف الكشك اه اقبل طريقة صوحة يعني الفراخ في رمضان. انت عايز في رمضان الجاي يعني? يعني انت عايز حاجة تستعدي بان رمضان الجاي? اه. يعني انت بستعدي رمضان من دلوقتي? اه. والله يا محمد برافو عليك. والله انت مية مية. يا سلام انت عملت بحديث نبيع وصلم او الصحابة كان مستعدوا رمضان قبلها بستة شهور. دي ايه الحلوة دي? عنية اقول لك على طريقة حلوة جدا جدا تعملها في رمضان الجاي. ان شاء الله. عنية يا محمد مشكورة جدا جدا. زي ما تشافيك كده اخد عندنا خضرات ما شوية. بنديها عندنا شوية ملح وفلفل. اه. ملح وفلفل. بنديها عندنا ادي. الرحان. اه. بناخد عندنا بقى السريس. اه. شكل هو جماعة. عارفين السريس? اه. اه. شكل هو. او حد يقولني مش عارفه. دي نبات. اصلا بري. رباني. رباني. رباني اه. اه. نبات. نبات. رباني. بيظهر في الزراعات. وخصوصا في فصل الشتاء. وخصوصا الناس اللي هي زرع برسيم كتير. بيظهر في وسط برسيم. بيظهر في وسط ممكن زرعات الشتوية كلها. ممكن تلاقي نبات السريس طالع. هو شكله بالزبط كده. وطعمه حتى هنا هتلاقي الوصل بتاعه شوية فيه مرارة. وكله الياف. كله الياف. فيه مرارة بسيطة اوي. وده الفايدة اللي فيه. ناخد منه كده جوز. اه. الشيكورية بتاعتم. بيكون لنها شوية من نفسجي. ماشي ناخد كده. اه. بقى ورقه كده. وانا ده مفيد جدا جدا لمرض السكر. بيحتوي على الياف الفايبرز اللي احنا ورنا لكم اول حلقة. بالنسب عالية جدا. حتى نمسوك كده. وانا بناخله كالحسي ان لو كده زي ما يكون فيه فتل. ماشي? اه. نقلب كله مع بعض وكده ما نكرترش منه. حتى لو انا كلت منه في الاسبوع. طول في الشيطة كده مرتين. يبقى اخواس اوي. يا سهير سلام عليكم. سهير سلام عليكم. سادة سهير. ايوة. اهلا بيك استوكول. اهلا ازاير. اهلا بيك اتفضلي. وعليكم. وعليكم السلام راحة الله وراكاتر. ازا سمحت والله. اتفضلي استوكول معاك. عايزة اشوف بس انت شربت ايه في اول البرنامج. حاضر. عملت الدجاج حاضر هقولك عليه حالة. عناية حالة. حاجة تانية. بنشكرك جدنا استوكول. زي ما تشافين كده بنجيب عندنا طبع. نحط في عندنا قادي اللاتوجة. دي نوع من انواع الخاص. اللاتوجة ده. ده نوع من انواع الخاص. كده. اهو. ونيجي عندنا قادي السلطة بتاعتنا هي. الجميلة هي. خضروات ما شوية. مع رحان. مع عندي السريس. او الشيكورية. او الانضيف لو انت عايزة اجيبها انضيف. عادل اجيبها انضيف الكيلو بخمسة ستين جنيه. دي حريتك. ماشي. بعد كده. اما مجاب عندي قادي اجيبنا القريشة اه. فلاحي مية في المية. اه. كده. وابدأ. منزوعة الدسم طبعا. طبق. غني جدا جدا. بالكيمة غزائية. طبق يعتبر للناس اللي عايزة تعمل ضايت بقى. وعايزة تعمل حمية غزائية. وعايزة تاكل اكل صح ومفيد. جدا. تتفضل طبقة دوات يدية مني ليها. وكمان ممكن تقدمها عايش سنة لو حبيت. او قطع من عايش سغرة. اهو. كده. قادي جدا القريشة عندي اه. كده. بالشكل ده. وبعدين. هو مجاية عندي. واخد. اهو. شوية زيت زيتون. بص اقشت قلت اه. فعوية غزائية كتير جدا. وزيت زيتون كمان. عشان الناس اللي عندها كليسترائي عالي. عشان هو بطبق. قيمته. الغزائية عالية جدا جدا جدا.